يسأل عن تفسير قول الله تعالى فكشفنا عنك غيطائك فبصرك اليوم حديد يقول هذا متى يكون عاطف بارك الله فيك هذه الآية فيها وجهان لأهل العلم من أهل التفسير وأرجح الوجهين أنه في سياق الاحتضار في سياق الموت لأنها جاءت ضمن هذا السياق ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك إلى آخر الآيات فبعض العلماء ذكر بأن هذا في الآخرة وبعضهم ذكر بأن هذا في سياق الموت ولذلك يقولون بأن الإنسان وهو في ساعة الاحتضار يرى أشياء كثيرة جدا وحتى إن من كان أعمى أو غالب من يكون فاقدا لبصره يرجع إليه بصره وكأنه يرى الملائكة الله عز وجل يريه الملائكة قال تعالى فبصرك اليوم حديد يعني قوي جدا يرى أشياء لم يكن يراها في حياته الدنيا ختم الله لنا ولكم بخير ترجمة نانسي قنقر